السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخال دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الدورة الأولى المستوى السادس الابتدائي مادة اللغة العربية الموسم الدراسي 2022-2023 إذا ندرت معكم مجموعة من الفروض اللي ممكن تلقوهم في الديسك خيبصهم بزاف ديال اليام بزاف ديال الروابط ديال الفروض إلا دخلتوا لهم غادي تلقاوا كنظن الاستفادة اللي كنت سارعوا لها إذا إن شاء الله اليوم غادي ندر معكم مكون الصرف والتحويل في مادة اللغة العربية إذا كنت درت معكم مكوناي الشكل وكذلك فهم المقرؤ اليوم إن شاء الله غادي ندروا مكون الصرف والتحويل وبعده التراكب ثم العملاء ثم التعبير الكتابي إذا مرحبا بكم وزيدوا ودعموا القناة بالشتراك وتفعيل زر الجرس باش بقوص لكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم إذا مكون الصرف والتحويل دائما 10 ديال النقاط إذا كل مكون عليها 10 ديال النقاط نبدأ بالسؤال الأول أصنف الأفعال التالية وأحددوا نوعها إذا قبل ما نبدأ بالإنجاز ديال هذه الأسئلة إذا كنت ذكره بالدرسين اللي قرينا في هذه الوحدة وهما درسي تصريف الفعل الصحيح وتصريف الفعل المعتل إذا تصريف الفعل الصحيح بالنسبة للفعل السالم بالنسبة للفعل المثال وكذلك بالنسبة للفعل المهموز بينما في صريف الفعل المعتل كنذكر الأجواف وكذلك المثال نعم إذن سنحاول نبدأ الآن بإنجاز الأنشطة أو الأسئلة سؤال أول أصنف الأفعال التالية وأحدد نوعها جديد النقاط إذن عندي أفعال وضع فتح بث عرض طاف أمر وصف وزار سنصنفهم إلى فعل صحيح وفعل المعتل قبل ما نعرفوا أو قبل ما نصنفوا سنعرفوا وشن هو الفعل الصحيح وشن هو الفعل المعتل إذن الفعل الصحيح هو ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيحة إذن ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيحة بينما الفعل المعتل وهو ما كانت أحد أحرفه الأصلية نعم حرف علة نكن تكلموا على حروف العلة هي مجموعة في كلمة واي وفيه إذن الوا والألف والي هي حروف العلة إذن نبدأ الآن أن نصنفه إذن نبدأ بوضع وضع هو فعل كما نعلم بأنه فعل مثال إذن فعل معتل مثال إذن وضع نعم يعني كيبدأ بحرف العلة كما وجود في الأول وضع فتح أذن فعل صحيح فتح فتح بت فعل صحيح نعم بت فعل صحيح عرض فعل كذلك صحيح عرض إذن حروفه الأصلية طاف أولا من الأفعال المعتلة إذن طاف نعم أمر هو فعل صحيح وصف فعل مثال أو فعل نعم معتل مثال إذن وصف ثم زار فعل نعم فعل معتل طاف وزار هو فعل أجوف أفعال إذن طاف وزار أجوف من الأفعال المعتلة الأجوف لماذا؟ لأن في الوسط ديالها أو في الجوف ديالها أدنى حرف العلة وضع وصف ومن الأفعال المعتلة المثال إذن فتح بت عرض أمر من الأفعال الصحيحة وضع طاف وصف زار من الأفعال المعتلة ندوز الآن سؤال الثاني سؤال الثاني عدنا أحول الجملة التالية إلى المضارع إذن هذه الجملة سنحولها إلى المضارع وذلك حسب حسب ماذا؟ حسب ضمير الجملة حسب ضمير الجملة حسب ضمير الجملة إذن نتكلمه على الضمائر نعم إذن حسب ضمير الجملة إذن عدنا أخذ الكتابة من فوق الرف أخذ من أخذ؟ أخذ هو إذن هو بتبغينا نحوله هذا أخذ ونحوله إلى المضارع إذن هو فعله يأخذ يأخذ نعم إذن يأخذ الكتابة الكتابة من فوق الرف ما فهم؟ إذن أخذ حولنا الجملة إذن شنو حولنا؟ حولنا فعل أخذ حولنا إلى المضارع طبعا الحال حسب الضمير نعم حسب ضمير الجملة إذن ضمير الجملة هنا يأخذ هو من أخذ هو إذن هو يأخذ يأخذ الكتابة من فوق الرف ندوز الآن إلى السؤال التالي دائما في إطار تحويل الجمل إذن أحول الجملة التالية إلى الأمر هناك نتكلم على الأمر مدت له المساعدة من مد له المساعدة؟ هي إذن هي مدت مدت إذن هي مدت له المساعدة إذا بغينا نحولها إلى الأمر شنو أتولي؟ أتولي مدّي 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 له المساعدة مدّي له المساعدة مدّي له المساعدة إذن هي مدّت له المساعدة هنا سنحول الفعل مدّت سنحولها ضمير أنت أنت مدّي نعم مدّي له المساعدة إذن هنا يفعل الحالة يفكك التضعيف مع بعض الضمائر دوزوا الآن للسؤال الرابع هنا عندي واحد الجدول وحولوا الجملة التالية إلى الأمر نعم إذن الجملة عندي قالت كلاما طيبا قالت كلاما طيبا إذن هنا كنتكلموه لا تصريف الفعل المعتل الأجوب إذن قالت لأن الحرف ديال العلّة كين في الجوف قال الألف هو حرف العلّة إذن قالت كلاما طيبا أنت قولي قولي كلاما كلاما طيبا طيبا أنت قولي كلاما طيبا أنتما أنتما ماذا أنتما قولا قولا لاحظ هنا حرف العلّة مخسفاش هنا باقي في الجوف إذن في الواو إذن الو حرف علّة قولي كلاما طيبا أنتما قولا كلاما طيبا نعم أنتم قولوا أنتم قولوا كلاما طيبا طيبا ولكن بالنسبة لأنتن هنا الحرف العلّة كيمشي إذن أنتن قلن لا نقول قولن نقول قلن قلن يعني حرف العلّة يختفي إذن قلن كلاما طيبا إذن أنت قولي كلاما طيبا أنتم قولا كلاما طيبا أنتم قولوا كلاما طيبا أنتن قلن كلاما طيبا نزل الآن إلى السؤال الخامس والأخير في مكون الصرف والتحوي وحولوا الجملة التالية إلى المضارع مع الضمائر إذن هذه الجملة هذي سنحولها إلى المضارع مع هذه الضمائر أنتما أنتم هنّا وهم إذن هنا كانت تكلموا في السؤال على الفعل المعتل المثال فعل معتل المثال لأنه حرف العلّة كيمشي في الأول نعم أنتما أنتما تضعاني تضعاني الكتاب في مكانه لاحظ لاحظ الفعل كيف يقول له إذن أنتما تضعاني أنتم تضعون تضعون أنتم تضعون الكتاب في مكانه هنّا يضعن يضعن هنّا يضعن يضعن الكتاب في مكانه هنّا يضعنا الكتاب في مكانه إذن أنتما تضعاني الكتاب في مكانه أنتم تضعون الكتاب في مكانه هنّا يضعن الكتاب في مكانه هم يضعون الكتاب في مكانه إذن وبهذا سنكون مثل فيديو اليوم اللي كان يخص فقط مكون الصرف والتحويل ما بغيش ندير تحت التراكيب لأنه الفيديو سيأتي طويل و سيأتي مومن وبالتالي سنجعل التراكيب إلى فيديو قادم إن شاء الله كنت معكم أنا الأستاذ محمد بخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته